هل تصلح المؤتمرات ما أفسدته الحروب؟ سؤال لا ينتظر إجابة مع استحضار تجارب سابقة والوقوف على ما دمر بالسابق وما دمر اليوم مؤتمر الكويت للمانحين أو المستثمرين قد لا تأخذ جدلية التسمية القدر الذي أخذه المؤتمر ذاته فهو يأتي والبلاد تعيش أسوأ أيامها على الإطلاق وعلى كافة الصعد وفق المسؤولين الحكوميين أنفسهم ففضلا عن المدن المدمرة بالكامل كالموصل والرماد وغيرهما يقف العراق بجميع مناطقه أمام هاوية اقتصادية تنعكس على جميع جوانب الحياة من صحة وتعليم وخدماتها حكومة العبادي المعني الأول بالمؤتمر قالت إنها بحاجة إلى أكثر من مئة مليار دولار لأعمار ما دمر خلال ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم الدولة غير أنها لن تحصل على أكثر من عشرة مليارات بحسب وزارة التخطيط حجم المبلغ المطلوب مقارنة بالمبلغ المتوقع منحه يعيد جدلية التسمية وحقيقة المؤتمر ويؤكد ما قيل عنه أنه مؤتمر استثمار لا منح بحسب نواب عن حزب الدعوة نفسه كخلف عبدالصمد مسألة المنح من عدمها تقوم بنظر مراقبين على عدة أوجه الأول ما أورنته وكالة الأسوشيت تبريلس من أن الدول المانيحة ستطالب العراق بضمانات بعدم ذهاب الأموال للفاسدين ولعل عدم التأكد من إفلات تلك الأموال من قبضة الفاسدين حال دون منح الأموال أما الوجه الثاني فيتجلى بمشاركة عشرات الشركات الخاصة بالمؤتمر ما يوحي بأن الموضوع برمته مسار ربح لا أكثر وبعدم مبالاة لا أكثر يقابل الكثير من العراقيين المؤتمر فالبعض يراه تغطية بطريقة حرفية لاستحواذ الشركات على اقتصاد البلاد بموافقة الحكومة وهذا بدوره يغطي على فساد مالي وإداري يمثل ذروة لحظة النفوذ والسلطة ومناطن بحالة الفوضى التي يعيشها العراق ترجمة نانسي قنقر